وزيرة الصحة في كوينسلاند الأسترالية أعلنت عن ظهور أول إصابة في بلادها بفيروس كورونا المتحور هذا الفيروس يوصف بالأسرع انتقالاً بين البشر من السلالة الجنوب إفريقية وأوضحت أن الإصابة اكتشفت لدى مسافرة وصلت يوم الثاني والعشرين دجنبر الجاري إلى كوينسلاند قادمة من الخارج ووفق وزيرة الصحة فإن هذه الإصابة هي الحالة الإيجابية الأولى لسلالة الجنوب إفريقية للفيروس في أستراليا وطمأنت المواطنين إلى أنه لا خطورة عليهم بينما ما أكدته هذه الإصابة برأيها هو أهمية الالتزام بالحجر الصحي لمدة أسبوعين